من اكتر اللعبة اللي لفتت نظرك في اول كم اسبوع كده؟ عجبوك يعني اللفت نظري لعبة كتير يعني زي مين؟ طبعا لعبت الاهلي وهم بيشتغلوا كمجموعة طبعا كريم فؤاد طبعا حاجة ملحوظة بس ما تسمعش الكلام ده كريم ارميه يعني طاهر؟ طاهر بس محتاجك حاجات تانية كتير ايه بقى؟ محتاج انه دايما يتواجد في مناطق التسجيل لانه الجناح ده فرود لازم الجناح يعرف انه فرود بس يجيب اللجوان ما يضيعش اللجوان السهلة دي فيتمرن عجون كتير اكيد كولر هيعمل ده ونصيحة لكل الاجنح من غير احراسك للاهداف هتبقى جناح عادي تقليدي تعمل واجباتك الدفاعية ومتشكلية هاي مروان بس يا خباله من نفسه عشان هتهرب منه شوية يا خباله من نفسه وارجو اللي بديله نصيحة ياخدها مني يعني بحب يعني ده لو صحي اه طبعا انا فيها ما نقصد يعني انه انا نفسي كل الناس ستقلق النفسك اه انتوا تنسوه عشان يجي يتقلق اكتر طبعا اه انا نفسي كل دول يعني يعني فيه فيه لعيبة شفتها في الدوري اه طبعا عجبني احمد ياسر وابوكا عاملين شغل كويس اتنين مع بعض كويسين بص هو احمد سامي فاجئ الناس في اول ماتش وطاك تاك 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 كل شغل اشتغلوها كويس اول واحمد ياسر ورا ابوكا بس الماتش الاولاني ده دايما يعني لما تسألت على الماتش الاولاني قلت الماتش الاولاني ده ما حدش يقدر يقيم حد يعني لو كسبت تلاتة او كسبت تلاتة ما تقيمش لان الصفقات راحت من هنا وراحت من هنا مش عارفين اداء التيم ده ايه حتى انا لما رايجي بتاع اناليس في التيم انا هلعب بصرا عايزين نتفرج عليها بمية اه اصلا ده وده اخر ماتش سالة فاتت صح فرقة كلها جديدة تمام صح لكن بعد اول ماتش انا هتفرج عليك كويس وده اللي عمله زمالك مع سراميكا راح قافل العمق فريرة تربسه واخ في الوقت اللي ما حصلش تكسيف كتير طبعا سراميكا كان مسكوا كرة وبيلعبوا بحاول يهاجموا بس مش بي ما قافلت المساحات على الناس بشكل كبير جدا وحصل برضو بالعكس ده بقت في مساحات على سراميكا شوف ماتش البنك الاهل مساحات عامل ازاي تاني يعني انش شايف ان الاتنين مالعبوش مع بعض لا يلعبوه وازاي يبقى عندي الاتنين دول مالعبوش اه ممكن الاتنين يبقوا بس انا بشوف ان احمد لازم يغير شوية من او حكاية انه لازم كلهم العمق اللي هجوم العمق اتحافظت سنة هتقفل للعمق هتلاقي ابوكا مقفول عليه وهتلاقي احمد مقفول عليه احمد مدرب شاطر يعني هي اه هيقدر اللي حلول يعني هيقدر اللي حلول يعني